يشهد نسق عدد الملقحين تطوراً في ظل استمرار عمليات التلقيح في كامل تراب الجمهورية ولكن بنسب متفاوتة ليبلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التطعيم منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في شهر مرسى الماضي ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرين شخصاً كما بلغ أجمالي عدد جرعا ثمانية ملايين ومائة وستة وتسعين ألفاً ومائة وثلاثة عشرة جرعا كما يواصل عدد المساجلين بمنظومة إيفاكس لتلقي تطعيم ضد فيروس كورونا ارتفاعه ليبلغ ستة ملايين والثلاثمائة وستة وثمانين ألفاً وأربعمائة وتسعة وستين شخصاً وقد دعت وزارة الصحة في هذا الصدد كل الراغبين والراغبات في تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا إلى التسجيل على المنصة هذا وقررت وزارة الصحة التمجد في أيام تلقيح المفتوحة ضد فيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية أربعين سنة فما فوق مسجلين أو غير مسجلين وذلك لتلقي جرعة الأولى خلال كافة أيام هذا الأسبوع بمختلف مراكز التلقيح القرى مع اختيار نوعية اللقاحة من بين اللقاحات أسترازينيكا وكورونا فاكس نوفاكا وفايزر ومودرنا وجانسون وذكرت الوزارة أنه يمكن الأشخاص الذين تمت دعوتهم لتلقي جرعة الأولى من التلقيح خلال نفس الفترة من اختيار نوع التلقيح وبخصوص مسألة الإقبال على نوعية تلقيح أكثر من غيره من التلقيح ونجاعة اللقاحات المعتمدة على الصعيد العالمية ونسبة المناعة المكتسبة من التلقيح أكد عضو الحملة الوطنية لتلقيح ضد فيروس كورونا معز الشريف في تصريح لإذاعة خاصة أن اللقاحة فايزر ومودرنا لديهما نجاعة آنية جيدة إلا أن الإنسان يخسر تدريجيا مناعته مع طول الوقت على عكس التلقيح تقليدية الصنعة كاللقاحة أسترازينيكا وبسينوفارما لذلك تم التفكير في الجرعة الثالثة خاصة لفئة كبار السن لتركيز المناعة وفي آخر تطورات الوضع الوبائي أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه بتاريخ الثاني من أكتوبر تم تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ يجمالي عدد الوفيات 24 ألفا وتسعمائة واربعة وثلاثين وفاة فيما تم تسجيل 220 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 708 ألاف ومائتين وثلاث إصابات بفيروس كورونا